السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة سيهام ام منصف. اليوم نقصر عليكم الكابكيك اللي كي جو ما الحين واحد اللي زوين او كي جو بنان ولدقتهم عمركم ما غا تستغنوا عليهم كي جو زوينين اه كتحضر يوم هكا في مائدة رمضان اه كيمكن لكم ديرو مكل الخارجات كيمكن لكم منks ديروه مديل رمضان گوتة الولدات وحل هكا في عندي هنا عادي هنا يا ثلاثة ديل البطاطس غا نحتجو هاد ان هاد الكابكيك اللي كي جو ما الحين علىشتجوها ثلاثة ديل البطاطس ممكن ديرو غا يجوج ديل البطاطس قطعت الباطاطس كاروية صغيرة قطعت الباطاطس قطعت الباطاطس نضيف الباطاطس قطعت الباطاطس قطعت الباطاطس خلق الباطاطس نضيف الباطاطس نضيف نصف الفلفل في الأحمر ونصف الفلفل في الأخضر إذا لم يكن لديكم متوفرة الأحمر ممكن تديروا غير الفلفل خضراء وعندي هنا شوية البزار شوية الملحة شوية الفلفل الأحمر وشوية القسبور ونصف الفلفل نصف مع الملحة نضيف نصف الفلفل نخلطه حتى يتحمره معنا تكتح هذا الخالط و هنا بالنسبة للصالصة لدينا جوج بيضات بحرارة المطبخ و جوج كيسان الحليب و قياس العنباء و معلقة مسوحة صغيرة الخمارة الحلوة اي تحن الكهربائي يوجد الناس و هناك يوجد مفكرة انا اضطيق المنزل و افضل قمت بحرارة كيسان الحليب اضطيق المنزل ندهنو بشوية ديال الزبدة و نرشو بشوية ديال الفورس ممكن تتعاودو الزبدة تعاودوها بالزيت تديرو في بلاس الزبدة و نرش بشوية ديال الفورس راكا تجي الديدة 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 بزف بزف و نحط هذه معلقة في كل القالب معلقة كبيرة على هات الشكل هكا حتى نسليهم كاملين صافي اذا بغدين بداعة و تانين حط في الحوش والاخرى إلا بانو لكم شوية بقى البطاطة عندكم و بقي معامرين كتحاولو تفرقوهم بشوية بشوية كتقدوهم كاملين عاد باش كندوزو عود للحوش والاخرى ديال الباصل ديال الباصل اللي حضرنا مع الفولفول تاهية كنديروها هكا من الفوق على هات الشكل هكا نبقوا نفرقوها وحدة بوحدة ممكن تدروها بالعداد ممكن تدروها بالكفتة ممكن تدروها بالطون ممكن تدروها باي حاجة عندكم تدروها باي حاجة كنديروها ممكن تعابدوها بالفورن الاحمر تاهية كديروها على حسب اللي عندكم كتقدوو بيه أنا هنا عندي بعد مدى التلفلفل عندي هنا يججل انواع ديال المرتديلا فيمي لادند فيمي عندي قطعتو هكا مرتديلا ديال لادند قطعتوه على هات الشكل هكا قطعتوه ووسطتهم من الفوق ومن بعد غام دا نصب هديك الصلصة اللي درت معاكم غام دا نصبها من الفوق انتوما ممكن تدروه في بلاست اللي بزارو في بلاست الدكشي ديرو حتى الزعتر إلا درت يرطون صافيك غام دا نصب قالب بقالب حتى كنكملهم كاملين غير هاد القياس هدا اللي اعطتكم ديال تناشر قالب ديال كابكيك هدي فيها تناشر غايجي هو هادك تناشر قالب غايجيو عامرين صافي وكاتو صافي كاتو كاتوالي على هات الشكل هاكا مني كنساليو منها كندخلوها للفران ومن بعد مني خرجناها من الفران انتوما كتشوفو الشكل نهائي كاتجي زويلة ومن الداخل ديالة كاتجي عامرة بدك المكوينة اللي درنا وكاتجي اللي دا ما تسخوش بيها إلا دقتوها معامركم ما هدي تستغنوا عليها كاتحضروها بحالكة في مائدة رمضان كاتحضروها في خريجات كاتديروها في القوتيك طيق انا رأى شوية حمرت ليها من الجناب انا كتجي عليها تشكل هاكا هاكا